شكراً على الحضور ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم هاني عن بعد. الفارق شفاف الرياضي السالمي على الفوز ديالو. ماتش مكنش سهل. أمام فارق اللي عارق. وكبير بزاف. لأن كما شفتو ماتش بيناتنا كان هذي واحد أمو يدمي. سلب نتيجة لتها الواحد. دونك عرفنا فارق الويداد البيضاوي بأنه غديجي عازم باشي خطة النقاط. سرتو بأنها لكومبتيسيون الوحيدة اللي باقالي. فباشي لعبها. بلوزو موحد عام هذا. دونك عارفنا بأن فارق الويداد البيضاوي غدي CASي ي worldsييقلب التقليل وكامل ان لينا. حاولنا ما أمكن المساج اللي غدي نذول واللعابة ديالنا هو هاد هاد الما峡يش اللي هو Martyparative. باش نبقى في headlines comp plans, باش نطع المان دهنينا نعود ونرجع ونارجع في سيكة الانتياثارات ديالنا. هاد Chell'ịch Laurana بدنا بانا ب экран معorension عرفنا بأن فارق الويداد البيضاوي غدي يضغط علينا. حاولنا نقلص المساحات دفاعياً لكي نستطيع الضغط العالي وكي نستطيع الضغط المتوسط لكي نستطيع الضغط العالي قلصنا المساحات توفقنا فيها كانوا فرص الفريق الرياضي السلمي في البريمير ميتان من طرف الفريق الرياضي السلمي في البريمير ميتان نحن عرفنا من اللي سوف يسهل لنا الماتش دخلنا لدوزين بيطان بتعليمات اللي هو جداد حاولنا ما أمكن ندير واحد لمادفكات في البريمير ميتان باش نحاولوا ما أمكن تكون الكتافة العددية عندنا وسط الملعب توفقنا خلينا لكور الفريق الرياضي بيضاوي باش اللعبوا على المرتدات تحرين بزاف دي الفورص حاولنا ما أمكن ندير واحد لثلاثة الإصابات ما توفقناش حاولنا ما أمكن ندير واحد تغييرات باش نحاولوا نعطيه واحد لكيليبر الفرقة توفقنا الحمد لله هني أن الفريق شباب الرياضي السلمي والمكونات ديالو كنشكر جميع المكونات السطف تكنيك على العمل الكبير اللي كي قوموا به مع مادل وليدات هذو لانه ماشي سهل كمالاحتو فريق شباب الرياضي السلمي كنحاولو ما أمكن دراري جون كندير واحد تورنوبار باش نحاولو ما أمكن كل شي نخليوه فلا كمبتيسيون دراري سبارك الله عندو مانطالون هني قال لهم كيما قلت على هد اللقاء الكبير والله تقريبا أنا دوميني معنا تعالى مدار الماتش كامل للأسف مرة أخرى نطيحوا في البياج متاع الرتاج كي نشوف من بعض المقابلة تقريبا الستاتيسيك مصاش مفرصة ما تخدرش تسجل سي كريال الفوتبول بارفواي لي كريال فرصة أحيدة فقط الفريق المنافس يسجل على أثرها ستاف تكنيك كل اللي حضرناك سواء أترافير الفيزيوناج ولا أترافير معناتها الكاليتين تاع الجوار والبروفيل اللي موجودين عنا حاليا باش نكونوا حاضرين في المقابلة هذي للأسف ما تسجلش وتضيع فرص بطريقة هذي كتقريبا آخر فرصة أو فرصتين الكاش كان فارغ يعني حتى حارس المرمى ما كانش موجود تخسر مقابلة دونك للأسف والله إذا كان ما يعرفش الحيثيات سي نرمال بشيستغرب العملود مصاب دونك على الكلوار اليمين تقريبا كومر يردروه عنا اسماعيل غزاوي اللي عنا في ثيقة وعمل مقابلة محترمة وكانت أكثر مفرصة معناتها من الكلوار اليمين بالنسبة لبنيشو وعيماد خنوس معناها نفس الشي عنا إصابات عديدة في المجموعة تقريبا اليوم شفته معناتها عنا 19 الليها فقدت في القائمة يعني ناقسين جور مفروض بالعكس انا كنت نتوقع انه بش على القل معناتها نحاولوا نستفادوا من الملعبين ونوظفوهم بالطريقة اللي لازمة في المباراة هذه خاصة اترافير تسعين دقيقة حتى اللي شانجمون كانوا أوفنسيف بش نحاولوا نعدلوا في اخر خمساشن دقيقة خرجنا معناتها مليو التيران ودخلناه الجور أوفنسيف اللي هو زمراوي بادر قدارين نفس الشي كلوار اللي سار دخلنا بوشتة بش يعطي اكثر ديناميك على الجهة اليسرى ونستغلوا معناتها الفلان غوش بالعكس يظهر لي تعاملنا كي ما يلزم حتى معلي فكتيف موجود ويمكن احنا على خاطر ما نتكلموش على الغيابات انا شخصيا ما نحبش نتكلم على الغيابات اللي موجود يكفي ويقوم بالدور دياله مدام يلعب في الوداد لازم يقدم ويعطي احسن ما عنده هذي اللي موجود هذي الوضعية اللي عنا نتعاملوا مع الايفكتيف ووضعية صعبة نعرفوها الناس كل تحملناها مسؤولية في الظرف هذا ان شاء الله جاي احسن اترافير اكيد استراتيجي كامل للفريق اللي بش تكون تحاول تحذر الموسم القادم كما ينبغي ويكون الوداد يرجع الاحسن حالات وانا عندي ثيقة ان شاء الله بش يكون احسن فترة القادمة ان شاء الله والله هذي مهم المفروض ما شاء الله عندكم الاخبار يعني الملعبية اللي سميتهم كسواء العملود جبران ونجم الاحتيمي الهوني ابو الفتح كلها ايصابات ما هيش خيارات فنية بالعكس احنا ملعبية وانا بزوان ضيجور كادر في المرحلة هذي ونحبو لكابيتان ديرنا يكونوا موجودين فريق لكن وضعية صعبة صعبة بالحق على مستوى الايفكتيف خاعدين نتعاملوا بالموجود كسوانا ولا ابراهيم ولا الاطار الفني كل نحاولوا حتى الملعبية اللي كانوا بعاد كما حكايا الاخ تاوة اربعة وشهر وخمسة وشهر احنا واعين نعرفوا ان اسماعيل الغزاوي عنده فترة ملعبش بنيشوا نفس الشي كان تقريباً ما هوش موجود في المجموعة لكن لازمنا نتعاملوا مع الظرفية هذي اونا بالشواء واليوم اراه نشكر اللاعبين لانه نقدموا معناتها وعطاها وخلقنا الفرص وقتاش نتقلقوا لقدر الله اذا ما تخلقش فرص وتكون يعني ما كانش تادي سبري متاع اللاعبين يجريوا الاخر دقيقة يحبوا يعدلوا يحبوا ينتصروا رب يحبها كالاسف ان شاء الله ان شاء الله نخلوا احنا الجاي احسن وكاو موسيقى